اشتركوا في القناة في الواحدة التانية اول درس اللي قسمناه الى حلقتين النهاردة هناخد الدرس التاني بس كله على بعضه درس لذيذ سهل صغير جميل بنتكلم فيه على النوع التاني من الامواج اللي اسمعها الامواج الطهروماطية مثال منه الضوء فما هو الضوء؟ فاكرين الدرس اللي فات اتكلمنا على صوت قلتلكم باللفز كده سامعيني؟ الصوت اللي طالع مني ده اثر على ايف جسمك؟ تمام اثر على الازن فالصوت مؤثر خارجي يؤثر على الازن طب تعالوا نريد ان نتكلم مع بعض على الضوء ايه الضوء؟ الضوء طبعا من الامواج الكهروماطية طب هو مؤثر بيؤثر على الانسان بيؤثر على الانسان على ايه في الانسان؟ يعني مثلا لو جبت الموبايل بتاعي الموبايل بتاعي في ضوء لو انا عملت كده انت مش شايف الضوء صح؟ شايف؟ لا مش شايف طب لو عملت كده شفت الضوء؟ اه شايفه ولا سامعه؟ طبعا شايفه يبقى الضوء ده مؤثر خارج جسمك انت كده مفيش حاجة جاي عليك انا عملت كده الضوء جاي عليك فهو مؤثر خارجي يؤثر على الانسان بس يؤثر على ايه في الانسان؟ هل انت سمعته الضوء؟ ولا شفته؟ شفته يبقى مؤثر خارجي يؤثر على على العين يسبب الاحساس بالايه بقى؟ مش انت شفت؟ بالعربي بقى كلمة شفت يعني الرؤية يبقى الضوء هو مؤثر خارجي يؤثر على الإنسان يسبب الإحساس بالرؤية لو أنا دلوقتي حطيت إيدي على النور مش شايف حاجة شلت إيدي مع النور شفت يبقى معنا كده أن الضوء سبب الرؤية مش كده النهاردة عايزين نعرف بقى إيه خصائص الضوء الضوء دوت بينتقل فين أخدنا من الوحدة الأولى أنه أمواج كاروماتسية سرعتها كبيرة تصل إلى 3 في 10 أو 6 8 صح؟ متر على الثانية الضوء من الأمواج الكاروماتسية مش محتاج أي أوسط ينتقل فيها ينتقل في الفراغ وينتقل في الوسط المادي تمام؟ بس مش أي وسط المادي الوسط المادي الشفاف تماما؟ أنا سمعت حد بيقولها طيب عايز بقى أعرف تفاصيل أكتر على الضوء هل الضوء ده كله زي ما احنا بنشوفه اللون واحد بس هو الأبيض؟ الضوء بيكون من مجموعة من الألوان خليط من الألوان اسمها ألوان الطيف إيه ألوان الطيف؟ سبع ألوان أحمر برتقالي أصفر أخضر أزرق نيلي بنافسي جي تمام؟ سبع ألوان كلهم مخلوطين مع بعض ومطلعين لي الضوء المرء اللي أنا بشوفه طيب هل الضوء ليه خصائص تانية؟ آه يسير في خطوط مستقيمة ممكن يتحكم في سمكه حاجات كتيرة بس كلها لذيذة مش هطول عليك وتعالى نخذه بالتفصيل نقطة 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 فضلوا معي علمت في الوهد السابقة أن طبيعة المواجات الضوئية تختلف طبعا عن طبيعة المواجات الصوتية الضوء مختلف عن الصوت تمام؟ الضوء من الأمواج آه الكارومة ونطسية تمام؟ والصوت من الأمواج الميكانيكية الصوت يحتاج لواسط مادة سرعته قليلة الضوء لا يحتاج لواسط مادة ينتجه في الفراغ سرعته كبيرة والآن سوف نذكرك بإجابات بعض التساويات مثلة ما هو الضوء وما طبيعته وما سرعته ننتدي الضوء الضوء طبعا مؤثر خارجي احنا كنا قلنا أن الصوت مؤثر خارجي يؤثر على الإنسان على الأزن يسبب الإحساس بالسمع هنا الضوء برضو مؤثر خارجي يؤثر على العين يسبب حاسة الإبصار صورة من صور الطاقة نجح نقول الطاقة الصوتية يبقى برضو الضوء ده صورة من صور الطاقة بس ممكن نشوفها بعيني لكن الطاقة الصوتية مش مش steady هنا الطاقة الضوءية بشوفها بالعين بسميه الطيف المرق اللي هو زي ضوء الشمس اللي هو الضوء الأبيض سرعة الضوء سرعة أي حاجة المسافة كنا عناها في الوحدة الأولى المسافة التي اقطع الحاجة في الثانية الوحدة سرعة الضوء المسافة التي اقطع الضوء في الثانية الوحدة وصراته كبيرة كنا أخذناها مع بعض ما قرنا بالموجات الميكانيكية وكارمانسية تلاتة فعشر أس les 18 متر على الثانية في عشر قس ثمانية متر على الثانية او تلتمية الف كيلو متر في الثانية بس احنا الرقم ده احنا كان علينا في الجزء الاولاني اللي هو الدرس الاولاني اما اتكلمنا زي ما قلنا اما قارننا بين الموجات الميكانيكية وكارما صيحة عن الرقم ده مش جديد عليك طبيعة الموجات الضوئية عبارة عن موجات كارما ناطيسية يمكنها الانتشار في الفراغ وجميع الاوساط تتراوح الاطوال الموجية لمكوناته من 380 ل700 نانو متر وحتى النانو متر ديت اخدناها مع بعض في الوحدة الاولاني اللي هو طول اشعة فوقها البنفسجية ادي الضوء الابيض الضوء الابيض بيكون من الوان اسمها الوان الطيف الوان الطيف ديت اللي اقل لها طول 380 نانو والاكبرها طول 700 نانوما لانهم هما سبع الوان الاحمر والبرتقال والاصفر زي ما اخدر والازرق والنيلي والبنفسجي في هنا التردد قليلة هو تشايف كده التردد عدد الترددات قليلة هي قد التردد قليلة هو خالص واحد اثنين ثلاثة لكنها في تردد كتير فالاحمر اقل تردد والبنفسجي اكبر تردد الاقل تردد يبقى 380 والاكبر تردد يبقى 700 نانو متر تحليل الضوء الابيض تعتبر الشمس المصدر الرئيسي للطاقة الضوئية على سطح الارض ولمعرفة مكونات الضوء الابيض للشمس بنشوف النشاط ده بنجيب الاستوانة بتاعت الكمبيوتر ديت ونسلط عليها ضوء الشمس هنلاقي ان ضوء الشمس انعكس الى الوان كتير اسمها الوان الطيف كم لون يا مستر سبع الوان اسمهم الوان الطيف هنبتديهم احمر برتقالي اصفر اخدر ازرقنيلي بنفسجي تذكر ان في عندي ايه جهاز يعتبر اسمه منشور سلاسي زجاجي بستخدمه في التحليل الضوء الابيض الى الوان الطيف ده عبارة عن ايه المنشور السلاسي الزجاجي ده مستر طيب بص كم معي عارفين حتة الجبنة اللفش كري او البرزدونت اللي جبنة نستو يعني زي ما بنقول كده عبارة عن جنب مسلسрод وواعده كلها متوازي اضلع زي ما انتشاف كده متوازي اضلع هو والتاني هنا برده متوازي اضلع هو اما جنبه هنا مسلس و جنبه تاني مسلس تلات اضلع المثلس ده هذا شكرا سميناه سلاسي من الزجاج فسميناه زجاج ولكن بارس لبرا جوانبه متوازي اضلع فسميناه منشور اسمه منشور سلاسي زجاجي. اما بسقط عليه الضغل الابيض ينحل الى الوان الطيف السبعة يبقى بيستخدم في تحليل الضغل الابيض اقل واحد انحرافا يعني الضغل الابيض اما سقط انقصر وبعد عن المسار بتاعه يعني ما مشاش في خط المستقيم طيب انقصر الى سبع الوان اسمه انحرف او انقصر اقربهم الى رأس المنشور الاحمر واقربهم الى قاعدة المنشور البنافسيجي في عندي عالم اتكلم على الموضوع ده اسمه عالم ماكسي بلانك ماكسي بلانك اثبت ان طاقة الضوء طاقة موجات الضوء بتتكون من كمات من الطاقة اجزاء صغيرة من الطاقة اطلق عليها اسم الفوتونات يبقى ثاني ماكسي بلانك اثبت ان طاقة الضوء بتتكون من كمات من الطاقة اجزاء صغيرة من الطاقة اطلق عليها اسم الفوتونات وأثبت أن طاقة الفتون تتنسب ترضيا مع تردد الموجة كلما زادت تردد كلما زادت الطاقة وسمى الثابت على اسمه عشان الناس تفصل الفاكرة اسمه ثابت بلانك وده اسمه استنتاج ماكس بلانك تاني ماكس بلانك قال ايه اثبت ان طاقة الضبط تكون من كمات من الطاقة اسمها فتونات وقال لك ان الفتون اللي هو الجزء من الطاقة ده يتنسب طردية مع التردد الموجة يعني كلما زادة زادة اذا هناك علاقة طردية بين التردد الفتون والتردد الطاقة الفتون وتردده يبقى طاقة الفتون بتساوي مقدار ثابت في التردد وسمى الثابت على اسمه ثابت بلانك طاقة الفتون بتساوي ثابت بلانك في التردد وملحوظة العلاقة بين الطول الموجة والتردد برضو علاقة عكسية ليه مستر علاقة عكسية فاكرين مسلس عطل فكروني عين وته ولام ته ولام جنب بعض قلنا اي اتنين جنب بعض منهم علاقة عكسية تمام يعني كلما زادة الطاقة زادة تردد تمام كده التردد وقل الطول الموجة قل الطول الموجة طب بزيادة التردد يزداد الطاقة ده زاد ده زاد يقل الطول الموجة كلما زادت تردد قل الطول الموجة تدريب ايهم اكبر طاقة الضوء الاحمر ولا الضوء البنفسجي طب تعالى للمنشور السلاسي وقل لي المنشور السلاسي بما سقط عليه الضوء انحرف وانكسر الى سبع الوان اسمهم الوان الطيف من فيهم اقل تردد يعني التردد بتاع صغير اللي هو الاحمر من فيهم اكبر تردد البنفسجي يبقى اكبر تردد البنفسجي يبقى اكبر طاقة اقرب الى رأس قاعدة المنشور واقلهم طول موجة اقلهم طول موجة يبقى طوله كام تلتمية وتمانين نانو متر نكمل مع بعض علم بان التردد الفتون الاحمر اقل من تردد طبعا الدول البنفسجي الدول البنفسجي طاقة الفتون تتنسب طردها مع التردد فكلما زاد الطاقة زاد التردد زاد الانحراف زاد قربا لقاعدة المنشور وقل طول الموجة طاقة الفتون البنفسجي اكبر من طاقة الفتون الضوء الاحمر تطبيع حياتي انا بستخدم الاضواء دي للكشفات الضوئية في مجالات كتيرة اشهروا من طبعا الدكورات المنزلية بستخدم كمان الكشفات في ابرز اللوحات الفنية بستخدم كمان في مصابح الزينة اللي يدخل الحيوية والباجة زاد ساعة الافراح وبستخدمها كمان في الاباجرات في تركيز الضوء عند القراءة تقسم الاوساط المادية اللي تبعا اللي قابلتها لنفذ الضوء خلالها اهلا في عندي اوساط اسمها وسط شفاف وعندي وسط اسمه معتم وعندي وسط اسمه شبه شفاف واحد اتنين تلاتة تعالوا سنتين ينفرق ما بينهم الشفاف يسمح بنفذ الضوء خلاله زي الهواء وزي الماء النقي وركز على كلمة النقي اما الوسط المعتم لا يسمح بنفذ الضوء خلاله زي ورق الشجر زي اللبن زي الطوب زي جسم الانسان وسط شبه شفاف يسمح بنفذ جزء من الضوء وينتص الجزء الآخر زي الزجاج المصنفر الموجود على الازاز الحمامات الازاز البنيهات معايا كده زجاج مصنفر بحس ان شايف من وراء جزء اللي هو زي الألموتال بتاع البلكونات بشوف جزء من اللي جوه او خيال ولكن ما بشوفش بكل التفاصيل يبقى انا عندي الاوساط بقى السمع لحسب نفذ الضوء لتلات اوساط وسط شفاف يسمح بنفذ الضوء وسط معتم لا يسمح بنفذ الضوء وسط شبه شفاف يسمح بنفذ جزء من الضوء وينتص الجزء الآخر طبعا زيادة سمك الوسط الشفاف يقل نفذية الضوء تعالي هات كده معايا ورقة بلاستيك كيسة هات كيسة عارف كيسة سندوت شات هات كيسة وحطها على آآ ورقة ادي كتاب مفتوح وحط عليها كيسة حط عليها تشوف الكتاب حط عليها كيسة تانية تشوف الكتاب حط كيس كتيرة كلما زادت عدد الاكياس معناها كلها اوساط شفافة هتقل رؤيتك للكتاب لغاية ما تيجي في وقت من الاوقات ومع انت تشوف الكتاب يبقى زيادة السمك الوسط الشفاف يقل من نفذية الضوء زي اللي بيحصل في البحار اما المية تبتزاد سمكة ما بشوفش قاع البحار بسبب زيادة السمك وكمال لان الماء مش بيبقى نقي اوي لان بيقى فيها الطمية والرمل والطين اللي بيقى فيها ما تفسيرك لعدم رؤية الاسماك الموجودة بالقرب من قاع نار النيل بالرغم ان الماء وسط شفاف لان ماء نار النيل يحتوي على حبيبات الطمية التي تعكر ماء النيل فلا تسمح بنافذ الضوء خلاله وكمان لان بزيادة سمك الوسط الشفاف لن نستطيع رؤية ما بداخله انتقال الضوء في خطوط مستقيمة بص كده للصورة الطبيعية ديت غابة والشمس من بعيد الشمس طلع من بين الاشجار على شكل الخطوط فالضوء يسير فيه خطوط مستقيمة تمام وممكن يتحكم في سمكه يعني لو جبت كشف ضوء ادي كشف ضوء بيطلع ضوء طب حطيت قدامه جسم السويد كده ودريت معادة فتحة معينة الضوء يطلع من الفتحة المعينة معايا كده يبقى معنى ذلك ان الضوء بيسير في خطوط مستقيمة وممكن يتحكم في سمكه ينتقل الضوء في الاوساط المدينة الشفافة على هيئة خطوط مستقيمة ويمكن يتحكم في سمكها ويمكن اضاح ذلك من التجربة اللي هنقولها نشاط يوضح انتقال الضوء في خطوط مستقيمة نحضر اربع كروط من الورق المقاوة قالب بها جيمدال ونحط صقب جانبيا نضع صقبا جانبيا في ثلاث كروط بنفس الكيفية بص كده ادي الرسمة بتاعتنا كشف ضوء قدامه صقب اثنين ثلاثة والاخير معلوه ش صقب الضوء هيعدي من هنا هيعدي من هنا هيعدي من هنا هيعدي من هنا هيجي جمع على اللوحة الواخيرة الورقة الاخيرة طب السقوب ديت لو انا غيرت من سمكها هيتغير سمك الضوء يعني معنى ذلك نسبة الكروط الاربع بالصلصال على اللوح من الورق الابيض المقاوة بحيث تكون السقوب الثلاثة على استقامة واحدة نوجي ضوء من قلم الضوء الى صقب الكارت الالف نزيد مساحة السقوب اولف و بيه و اجيم نحرك الكارت بيه الى اليسار قليلا يعني معنى ذلك ان انا لو انا اغلّرت الضوء من الصقب الاولين هيعدي لغاية التالت هيعدي لغاية الثالث هيمشي لغاية الورقة اذا انا الضوء يسير في خطوط مستقيمة طب حرك الكارت ده حيتو على ليمن شوية او على الشمال شوية يبقى الضوء مش ينزل على الصقب ده او هدى كارت ده او الكارت ده الضوء لا يمشي ألف خط مستقيم لا يمشي حتها ويتعوج ويكمل مروره كمان لو سمك دايلة دي السجب دا خليته أظهر والسمك دا أظهرت لها كمية الإضاءة اللي ساقطة أقل الملاحظة تتكون بقعة مضيئة على الكارت الأخير وتزداد كمية الضوء النفس كلما زادت من صحة السجب لا تتكون بقعة مضيئة على الكارت رقم جيم عند تحريك الكارت به والاستنتاج ينتقل الضوء في الوسط المادة الشفافة على خطوط مستقيمة ويمكن التحكم في سمكها طب الاستضاءة شدة الاستضاءة ايه شدة الاستضاءة مستر جاية من كلمة شدة الصوت زي شدة الصوت كده أما قربنا من سماعة سمعنا الصوت أقوى هنا برضو من قرب الضوء إلى السطح نشوف الإضاءة أكثر اسمها شدة الاستضاءة وبرضو هنا فيه قانون تربية عكسي زي ما قلنا في الصوت وهي تناسب شدة الإضاءة مع تناسبة عكسيها مع مربع المسافة نشوفها كما بعد نقف على بعد واحد متر من حائط على غرفة مظلمة نوجه ضوء مصباح الجيب نحو الحائط زي ما انت شايف قدامك كده نكرر خطوط سبق عدد مرات مع زيادة المسافة أول مرة النور كان جامد أو على الحيطة أما بعيدت النور قل أما بعيدت النور قل يبقى معنى كده كلما زادت المسافة قلت شدة الاستضاءة شدة استضاءة البقعة الضوائية متى كانت رحيت تقل كلما زادت هيتقل كلما زادت يعني بينهم علاقة عكسية والتفسير ينتشر الضوء المنبعث من المصدر الضوئي في جمال التجاهات وعند زيادة المسافة بين مصدر الضوء والحائط تقل كمية الضوء الساقطة على وحدة المساحات فطلعنا من الاستنتاج شدة الاستضاءة تعرفها هي كمية الطاقة الضوئية الساقطة عموديا على وحدة المساحات في الثانية من السطح في الثانية الواحدة كمية الضوء اللي نازل عمودي على وحدة المساحات في الثانية الواحدة وتقل شدة الاستضاءة بزيادة المساحة لا خلينا المسافة بزيادة المسافة بينها وبين المصدر الضوئي تاني تقل شدة الاستضاءة بزيادة المسافة حيث تتناسب شدة الاستضاءة تناسبا عكسيا تناسبا عكسيا مع مربع المسافة بين السطحة ومصدر الضوء فيما عارب باسم القانون التربية العكسي بس للضوء تعالوا نشوف تدريبات على الدرس السؤال الأولاني اختار الإجابة الصحيحة موجات الضوء موجات طبعاً ميكانيكية ولا كاروماسية الأول؟ كاروماسية بقى دي إجابة غلط أختار من هنا ومن هنا كاروماسية طولية ولا مستعرضة؟ ركز معي مستعرضة تمام جميع الموجات الكاروماسية مستعرضة جلد الإنسان من أوساط المادية شفاف ولا شي بيشفاف ولا معتم مما بحط الضوء هل بتشوف عظمك؟ يبقى معتم طاقة كمة الضوء الأخضر؟ طاقة كمة الضوء الأصفر؟ ركز معي يقول لي أحمر، أصفر، أحمر برتقالي، أصفر، أخضر، أزرق، نيلي، بنفسي جي مين أقربهم إلى القاعدة؟ اللي أخضر ولا الأصفر؟ اللي أخضر تحت يبقى تحت يبقى أكثر تردد، يبقى أكبر طاقة، يبقى الضوء الأخضر أكبر من الضوء الأصفر في التردد والطاقة، تمام؟ والإنحراف أقرب إلى القاعدة، لكن أقل في الطول الموجي علم لي ما يأتي؟ طاقة فتون الضوء الأحمر أقل من طاقة فتون الضوء البرتقالي، طبعا أقل طاقة لأنه أقل تردد، لأن هنا علاقة فيه بين الطاقة وبين التردد، أقل الطاقة لأنه أقل تردد عدم رؤية الشوابة التي توجد في العسل السود لأنه وسط معتم غير شفاف لا يسمح بنفاذ الضوء كده سنة ثانية، خلصنا مع بعض الدرس الثاني من الوحدة الثانية، تمام؟ خدنا الضوء، معناه، أو تعريف الضوء، خصائص الضوء، الضوء المرء اللي هو الضوء الأبيض بيتكون من إيه؟ زي ما قلنا في الأول الفيديو وشرحنا مع بعض، بعد كده أخدنا كمالة خصائص الضوء إنه بيسير في خطوط مستقيمة، ممكن نتحكم في سمكه، خدنا شدة الإصطداقة، حلنا أسئلة كتاب لمدرسة غيرنا كثير قوي 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 خدنا معلومات كثيرة، عليك مذاكرتها وتفصيلها، ولو عايز حاجة، ابعتك على السكولة السلام عليكم اشتركوا في القناة